بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة وصلنا لي انو احنا شون نتغلب على المشاكل المتعلقة بالأبزوبشن فيقول لي البايوفيليبوليتي خن نراجح خفا حدناس يعني شنو اللي هي انو انطية دراج جقد نسبة منه وصلت للدم زيان في البايوفيليبوليتي افتر اورال دوزين ورا ما انطي الدراج اورالي يعني شنو هذا الكرام يعني يقول لي اني اللي دراج اذا شنت قاعد انطي اورالي هذا النقطة الاولى النقطة الثانية انه هو كان الانطي الدراج هذا ما انسي اني يعرف بيميذوب بالمي واني قاعد انطي اورالي فشنو العائق زيان انه يحقيق لي بايوفيليبوليتي عالية شنو الخطوة اللي راح تأخر لي انه يصير عندي بايوفيليبوليتي جيدة يقول لي الخطوة هي الدسوليوشن انه الادراج هذا التابلت يصير لدسوليوشن يدخل داخل السوليوشن يعني الذوبان مالته ليش الذوبان هو اللي يتأخر لانه هو ما يذوب بالمي فشكل اقول انه البيواجيو بلتي هي دسوليوشن ريت لمتد يعني معدل البيواجيو بالتي منه اللي قاعد يحدلي屋 هو الدسوليوشن زيب هاي بيها حالة بحالة منه اللي يحدد لي لأنه هو أكثر خطوة تتأخر بس يصير بي الباقي سهل بينما مالة تستعكس هذا هذا الحالة الأولى حياتينا عليه كانت واتر انسوليوبل اللي يحدد لأنه هو زيان إذا كان هايلي بويلر يعني بين قوسين هايلي واتر سوليوبل منه اللي راح يصير عائق لازم عائق ما تيمشي الأمور هي منه راح يصير عائق اللي يسمي الترانسبورت أكروس الجي آي تمام منه راح يصير النقل عن طريق الجي آي ليش لأنه هو كل يش ذائب بالماء فالنقل عن طريق سلمنبرين راح يكون صعب بينما إذا هو ميذوب الماء ميذوب إنسوليوبل فالنقله سهل بس شنو الصعب هو الصعب أوكي فهساني عندي العوامل اللي يتحددها يعتمد حسب الإدراق إذا كان الإدراق واتر إنسوليوبل ميذوب الماء فالدسوليوشن هو المشكلة إذا كان الإدراق هايلي بولار يعني شنو يعني water soluble يعني lipid insoluble فمعناه شنو معناه البروبلم موين بالترانسبورت أكروس الجي آي سلمنبرين بعبوره من غشاء الجي آي سلم زياد هسا فتهمنا هاي النقطة النقطة الوراها يقول لي سينس موست دراجز آر أبزورب باي باسف ديفيوجن أكثر الدراجات شلون تعبر باسف ديفيوجن أيشة عن طريق الخلية عادي يقول لي درجة of lipophilicity is necessary فلا زماني عندي درجة من من الذوبانية بالليبد هاي شغلة مهمة النسيسري عنا موجي يصير عندي عنا موجي يصير عندي efficient absorption through the GI barrier زياد for highly polar compound المركبات اللي تكون البولاريتي مالها عالية يعني water solubility عالية the administration of less polar شوي إنه أقل للبولاريتي and more lipophilic وأزيد الليبوفيليسيتي ذوبانيتها بالدهون prodrag يعني من أسوي من هو الدراج يكون highly polar وأني أسوي prodrag يكون البولاريتي مالت أقل والليبد فلسيتي مالت أكثر سأحسن GI absorption واضح الكلام زياد هسا رح نتجي لي الأمثلة مال إنه أنا قاعد أحسن oral absorption يقول لي absorption of water soluble vitamins أول مثال هو vitamins vitamins على مود يعني نعرف أنه الفيتامينات أكو water soluble وأكو lip soluble الفيتامينات التي تكون water soluble على مود أحسن ذوبانيات مالتها أحسن ذوبانيات بالدهون يعني أقل ذوبانيات الماء على مودة حسن الabsorption رح يسوون رح يسوون منها يعني مشتقات تكون thiolate ions بها thiol زيان ليش لأنه thiol هو lipid soluble فبالتالي رح أزيد lipid solubility مالتها كبرودراج وأحسن الabsorption هاي المثال الأول ما ذكر لي فيتامين معين وإنما هي تحسين مالة oral absorption أول واحد water soluble vitamins تنسويهن على شكل thiolated ions زيان الدوبامين was made useful by making its precursor L-dopa هذا المثال ما رأينا قبل أنه عندي الدوبامين ستجلون نعرف structure ما الدوبامين هاي الحلقة مع الكاتيكولامين اللي هي عندي phenyl زيان وهي OH OH هذا L-dopa زيان although L-dopa هو highly polar يعني هسه أنا شوف الفكرة شنو أنا عندي دوبامين والامتصاص المالتقديل فسويت prodrag L-dopa يقول لي هو همين polar فبس يعني شا استفاديت يعني ليش قاعد أحس أن absorption واني مستوي prodrag هم polar يقول لي أوكي هو صح polar بس هو ما قاعد يصير ب passive diffusion هو قاعد يصير ب active transport ليش لأنه L- هذا عبارة عن L-amino acid سويت شكله ك-amino acid فبالتالي راح يقدر يعبر بناء خاص بال-amino acid فتحسن absorption يعني هسه يقول لي أنه L-dopa همينا صار شكل يشبه amino acid فرح يعبر عن طريق ناقل مالة ال-amino acid active transport شوفوا شون وبعدين من يدخل يرجع يصير ب decarboxylation ويرجع لل-dopamine هسه مثال آخر على oral absorber لتحسين مالة هو ampicilline ampicilline قبل ذكرنا وين ذكرنا بال chemical instability زين ampicilline هو زويترونيك يعني شنوه يعني يعني عنده عنده مجموعة موجبة عنده مجموعة صاربة يعني عنده مجموعة acid وعنده مجموعة base داخل نفس المركب هذا بحجب يكون عنده عنده المجموعتين acid وbase بال-pH مالة ال-gi and is only 20 to 60 percent absorbed يعني امتصاصة يكون قليل او المقليل وانه اذا كان نسبة معينة اللي هو فهنا ما فعلنا من عنده Prodrag على موض احسن ال-biopalability هذا ال-ampicillin سنعرفه من lactam ring اذا تشاهدون O R R ها هي اللي راح لعبيها اذا كانت H R H فهذا ampicillin اذا كانت R شاهدون ماذا نفرق منهم على حسب عرض الكربونات راح تعسبون C 1 2 3 4 5 اذا 5 كربون هذا بيكا ampicillin بي او بيكا ampicillin اذا ال-bic هذا كربون 5 اذا تحسبون 3 4 5 6 هذا 6 بيف ampicillin تمام اذا ال-R هذي احتمال يجي اذا ال-R هيت شنو الاسم المركب اذا عنده 5 كربونات بيكا ampicillin واذا عنده 6 بيف ampicillin هس هي يعني بالله بالارقام اللاتينية مو هاي ال-V معناها خمسة بس انتو عكسوها خطأ مو ابو ال-V هو اللي ياخذ خمسة لا ابو ال-V راح ياخذ 6 زي ممكن تحسبون هاي كأنه 1 و 6 بس راح يطلع 4 بالحقيقة لست تعتبروها 6 يعني جمع 1 و 5 6 زيان زيان اذا كان اكو واحد اسمه التال امبسلين التال امبسلين اذا كانت الار عبارة عن هاي القطعة الشبيرة هاي شنو هاي كأنه بنيه هاي راسها يعني شوية هاي اديها تمام ابني اسمها تال فتال امبسلين من تكون الار هاي جعله شكل ليش حكمت بنيه هاي لانه الاسم تال اي زيان فهيا خلصنا بالنسبة الامبسلين انه من قام يضيفو له هاي الجزيئات تمام قاعد اش صار تحسنت البيو افايلو بلتي فهيا ذنيع مثلا المات الارal absorption البيتامين والدوبامين قدنا سوو الدوبا وصار يعبر عن طريق اكتف ترانسبورت والامبسلين سوو من عنده البيو امبسلين البيكامبسلين والتال والتال امبسلين زي هسه رح نحتي عن نقطة عن تحسين الامتصاص عن طريق العين يعني الدراجات اللي تستخدم العين هذا المثال مر علينا قبل اللي هو مثال الابينفرين مر بالمحاضرة الثانية فالابينفرين هو يشبه الدوبامين من ناحية انه كاتيكولعميم بس هنا نشي يقول لي هاي الار هاي الارات الاثنين اذا كانت ايت رح يكون ابينفرين اذا كانت سي او سي اتش ثري فهذا الداي بيباليل دريفتف اف ابينفرين فبالتالي من يسوو بهذا الشكل تمام رح تتحسن امتصاص العين لهذا دراج خلصنا اذا دراج يمتصل عن طريق شنو عن طريق الجلد اذا شفنا اورالي وشفنا العين ونشوف الجلد ميفينايد ميفينايد هيدروكلورايد والميفينايد المهم عندي هذا ميفينايد هو عبارة عن شنو حسا تشوفوا الشكل هو عبارة عن السلفونامايد السلفونامايد اذا تذكروا هو عبارة عن أنت يستخدم بس هنا بهذا الفورميلا لا يستخدم للجلد على موض مثلا بحالة الحروق يجعل كأنت بكتريال أو بصورة عامة اوكي فزيلا فالميفينايد هذا شفوا الامتصاص مالته بالجلد قليل يعني هو هذا شكله حتى وقسمت لكم سلفونامايد فشوفوا مجموعة السلفونامايد هي موجودة سلفونامايد المهم او هاي 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 عبارة عن سالب يعني كموجود كسالت هذا الميفينايد بس الميفينايد أسيد سالت من يكون CH3 COOH هنا راح يمتص ويدخل للجلد بصورة عمق هاي نشوف الكلام يقول لي اتواز ابزير ذات الميفينايد هيدروكولورايد والميفينايد أسيتيت سالت شوود بترسپونس دين بيرنت يعني يعني أبو هيدروكولايد وأبو أسيتيت سالت قاعد يساولي استجابة أحسن من الـ بيرنت دراج حوالا due to the much stronger basic nature of acetate ايون الاكولياب is forced toward the formation of parent drug rapidly in compared to هيدروكولورايد salt يعني شنو هذا يقول لأنه احنا قلنا اكو أسيتيت و هيدروكولورايد نيراتهم أحسن من الـ بيرنت دراج بس يقول لي نستخدم acetate صار عندي acetate basic قاعدية كلش من صارت قاعدية مو مفروض يصير بالتفكير كالقاعدة هيش equilibrium فالأكوليبريام قاعد بسرعة يرجع للدراج الاساسي اللي هو مو pro مقارنة بال هيدروكولورايد salt يعني من هو اللي يرجع أسرع والأكوليبريام مالثة ما قاعد يصير pro قاعد يرجع للدراج الدراج الأساسي أبو acetate لماذا؟ لأنه strong basic فالأكوليبريام يصير شفتد للدراج فبس هذه المعلومات لقد أريد يقول لكم معها وهذا المثال الأوفثالمي قلنا الابنفرين والبريكوتينيا اللي هو المفينياد hydrochloride والمفينياد acetate salt هسا رح نحكي عن هسا خلا نذكر لكم حين نحكي أساسا نحكي عن chemical stability وقلنا بها نقاط من ضمنها incomplete absorption incomplete absorption هسا نحكي من ناحية أنه الدراج orally ومن ناحية الدراج الدنانطية بالأوفثالمي للعين ومن ناحية أخيرا اللي هو البريكوتينيوس هسا رح نحكي عن الدراجات اللي يصير بيها pre-systemic metabolism قاعد يصير بيها شنو قاعد يصير بيها metabolism قبل لتوصل للsystemic circulation وتؤدي وظيفتها زي زي فيقول لي أني عندي مجاميع بالإدراج هاي إذا موجودة فبسرعة تتحطا من ضمنها الفينوليك مويتي فينول فينوليك مويتي هاي بسرعة يصير لها oxidation aromatic oxidation إذا تذكرون من شانا نأخذها بثالث ممكن والoxidative إنه النايتروجين مجموعة النايتروجين يصير لها oxidative زي O-Dalkylation دائما من عندي O مرتبطة بالalkyl group كان هناك تفاعل اسمه O-Dalkylation الجسم يشيل الalkyl group من الoxygen ester cleavage طبعا هاي أنزيمات esterase موجودة بكل مكان عين جلد دم وينما تروح يكون أنزيمات esterase فأي دراج بي ester راح ينكسر راح تنكسر رابطة الستر البيبتايد نحن نعرف أنه الجسم يحطم البروتينات فأي دراج راح أخذك شكل بيبتايد راح يصير بي ديجريديشن طبيعي فهاي العمليات اللي هي الفينوليك مويتي وال oxydative نيتروجين وال O-DL chylation وال ester cleavage وال بيبتايد ديجريديشن هاي العمليات هي سبب أنه يصير عندي pre-systemic ميتابوليزم يصير عندي أيض قبل لا يوصل ل systemic circulation زين سواء الأيض هذا من ناحية الأسدتي في الاستوميك أو من ناحية الأنزيمات فيقول لي this types عفوا قصدي قصدي أكو two types of drug fall into this category أكو نوع من الدراجات الدراجات the first are drugs اللي صار لها rapidly degraded by acid condition يعني اللي قاعد يسوي لها degradation هو الأسد وأكو second category اللي هو الانزيم اللي موجودة بال GI mucosa أو اللي موجودة باللبر المهم الأيض مالتها دي صار عن طريق أنزيمات فاثنين اثنين اثنين قاعد يخربون لي structure mild drug following oral administration وراء ما الدراج قاعد ينطي orally a drug must pass to metabolizing organs يعني عندي عضوين ممكن يسويوا لي أيض ولازم الدراج مالتي يعني يتخطاهم اللبر وال GI mucosa لازم يتخطى ال GI ولازم يتخطى اللبر قبل ليوصل لل general circulation حتى نقول الحمد لله على السلام وصالت rapid metabolism of drugs شوسميه اسميه first pass effect هنعرفه فالثاني عندي هذا الادراج هذا الادراج على مود يوصل لل شوسمه على مود يوصل لل general circulation هو راح يعبر أول شي GI mucosa وبعدين راح لازم يعبر الليفر وشافين كل العمليات ممكن يتعرض لها لدراج لحد ما يعبر الزيان الفير سباس ميتابوليزم of drug can be prevented هسه شلون امنع الفير سباس ميتابوليزم يقول لي انه امنع بطريقتي الطريقة الاولى انه ال functional group اللي قاعد يصير بها ميتابوليزم هاي شلون اللي تتحسس لهذا الايض او اللي صير الايض عليها تكون محمية بصورة مؤقتة عن طريق اشتقاق يعني اشتق مركب ثاني اركب شغلة علي بحيث احميها او اسوي تلاعب تلاعب بال فيزو كيميك ال مالت الادراج بخصائص الادراج هاي اتلاعب بحيث شنو اسوي بحيث الدراج انزايم كومبليكس فورميشن امنعه مثل ما قلتلكم انه اذا الدراج شكلي هيتش انا راح اضيف لهيش قطعة على موض لا يدخل بالانزايم فهاي طريقتي اذا 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 كان اكو راح اصويلها بروتكشن واذا كان عندي او طريقة ثانية اقصد انه اصويلها مانيبوليشن زين طريقة فعالة على موض خط المشاكل مالة الامثلة فشنو الامثلة الامثلة اللي هم هذول استيرويدال دراجز الدراجات اللي تكون استيرويد اللي هو بروبرانولول الدراج ما الهيبرتنشن الدوباميم المورفين والكاتيكول امينز الكاتيكول امين اللي هو من ضمنها الابنفرين وجماعة هذول كلهم اصويم على شكل برو دراجز هسه معددهم هتشي واحد ثانية ثلاث اربعة خمسة هسه رح يقول يعني كل واحد شنو سوالة من هذول الخمسة الاول باي ميكينج من الستيرويد الستيرويد قاعد يسوي بيهم قاعد يسوي اصيليت زين شلون يسوي الاسيليشن هذة من 17 الف واحد وعشرين من الوريوس ارتبها انتظروا اذا اللي سيصبح بيهم الشفو اللي سيصبح بهم 17 الف و واحد وعشرين نسيت اكتبها اصيليشن 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 بال بروبرانولول شاعد يسوي لها قاعد يسوي لها همي سكسينيت سوى بروبرانولول سوى برو دراج الدوپامين شون على موض يمنع البيتابوليزم سوى الدوپا المورفين سوى داي أستايل مورفين اللي هو الهيروين بعدين كتشفوا انه يعني يعني سوى عدكشن أكثر من مورفين الكاتيكول أمين أهمنا راح يسويه على شكل الإيبوتيرول بايتريتول برودراج من التربتالي إذن هسه هو يعني شسم السلايد كانه ممرتر فسوى حرفين هكذا يسوي الاستيرويد الدراجش سوى السيليت الدربتف لل 1721 أستينويد من الكورتيكوستيرويد البروبرانولول الالدوپا البرودراج من المورفين والآيبوتيرول والبايتيرول من التربتالين هذا علي من يقصد على الكاتيكول أمين هيا أمشي خلى هاي لحتي على موضة نعرف نحن نلعب ماتشين قوية زين في هستو منها اللي قدروا نشوفوها يعني هيشي أوضح كل البرودراج بسايد انهانسنج الابزوربشن والبايا افليبوليتي راح تحافظي على الثرابيوتيك ايجنت من الميتابوليزم إذن آنهاية البرودراج شستفادت منهم حسنت الابزوربشن والبايا افليبوليتي واحمت الثرابيوتيك ايجنت من أنه يصير لأيض فمثال المثال الذي ذاكره هو على الاستيرويد اللي هو تراي امي اللي تراي امي سينولون هذا اللي بنجمعه مع الاستيرويد المشهورة اللي هو كورتيكوستيرويد يشتووا على المود يساووه برودراج تحرك لنا هنا ب 16 و 17 ألفة هذولة تشوفون الفرق سووا أستيرويد ضعف هذا الأستيرويد كأنه على المود شنوه على المود يمنع البرودراج فهذا هاي بنسبل هاي النقطة وراها اللونجر دوريشن أوف اكشن اللونجر دوريشن أوف اكشن يقولي ممكن يحسن عن طريق البرودراج بطريقتي الطريقة الأولى إنه يعني شلون يخلي الدراج العادي هذا اللي يصير لأيض بسرعة يصير لدوريشن أوف اكشن مالته سريعة يقولي أولا عن طريق إنه يعني إنه الدراج هذا يدخل على شكل برودراج تمام وشوية شوية يصير على المود يصير اكتف دراج مني من الابزوربشن سايت تمام يعني شنو اللي يصير إنه آني لدراج أنطيك كبرو الحال نعرفها ويوصل لدراج يعني على كيفه يقول لي يعني هسوه مو برو تمام وبعدين يصير بي ابزوربشن ورما يصير بي ابزوربشن يطلع لي لدراج الأساسي فهي يعني راح أطور العملية الطريقة الثانية إنه الابزوربشن أو الرييز يكون هو البطيء عفوا مو الابزوربشن هو اللي راح يكون بطيء وإنما البرو دراج على مود يتحول للدراج هو هذا الشي راح يصير كلش بطيء داخل بالسيستميك من اللي يعني يدخل للدم يعني نخل القارن بين الحالة الأولى والثانية الحالة الأولى الحالة الأولى إنه الابزوربشن سايت راح يصير بيها تأخير ورح ينفرز الدراج على كيف كلش بالابزوربشن سايت بينما بالحالة الثانية يقول لي لا إنه بس التحول البرو دراج إلى الدراج هي اللي يصير بيها تأخير وين تكون وتصير بالسيستميك من شوفوا الرجيز هو يصير داخل الدم المثال عالي المثال اللي هو الدراج اللي هو الفلوفينازين الفلوفينازين هذا أنتي سايكوتك تمام وهذا الانتي سايكوتك يعني نعرف أنه من نقل النسب بعد يرتفع هاي مشكلة بالنسبة أنتي سايكوتك أنه يبقى محافظ على المناسب بالبلازمة فعلى مود تجنب التقلبات الشبيرة تركيز الدول تمام سووا على شكل شنو سووا على شكل شسم يعني بحيث شون قام ينطل قام يخلون ويا هبتونيث والديكونيث هس الهبتان اللي هو عندك كم كاربون هبتان سبعة وديكان عشرة فخلوا سلسلة من الهايدرو كاربون وكذلك بيسترال بزيت السمسم على مود شنو على مود لأنه يعني الدراج من يكون داخل الإفراز ما لتبطيء لأنه مو سهل الدراج يطلع من الدهن ويدخل الدم بعتبار هو أساسا من ذوبيب دهم زيان هذا المثال الأول إذن الفلوف نازين هو أنتي سايكوتك دراج وقام ينطو بدل ما باليوم أربعة أو ثلاث مرات قاعد ينطو بالشهر مرة حد الرجازات وكذلك من نسبة التستوستيرون التستوستيرون هم المرة علينا قبل بسرعة يصير الميتابوريزم فعلى مود يزيدون قام ينطو 17 بروبانويت إستر 17 فنل أستايت 17 سيبيونيت إستر يعني شوفوا كم شكل التستوستيرون كل هذو اللي عبارة عن مجاميع ممكن يخلوها على مود بدل يصير لعيض سريح يتكون طويلة وهمين يخلوه بمادة بسائل دهني فهذو الأمثلة الفلوفينازين الفلوفينازين من الشكل مميز عنده الثلاث شسمة الثلاث حلقات هاي المتصل ببعضها شوفوا نحسب الكربونات مرة ثانية هبتان يعني سبعة هاي ستة وهاي واحدة جغسارة سبعة بس لا يطفل وهذا عشرة اللي ديكاف تسعة وواحد همين عشرة بالنسبة التستوستيرون همين السيبيونيت استر التستوستيرون نعرف شكل حلقة الاستيرويد هاي الار ذات تستوستيرون وضغفنا لها هاي الاستر بعدين يعني الحلقة الخماسية رح يصير سيبيونيت استر اللي هو تستوستيرون وبرو دراغ وهذا همين الفلوف النازين برو دراغ ازين على مود اقل احنا من قلنا احد المشاكل اللي كانت ال GI فاني عندي مثل السلسيرك أسد والإندوميتاسين هذين نعرفوا منهما سفير اللي يسويوا دماج لل GI فعلى مود نتغلب على هاي المشكلة سوينا من السلسيرك أسد الأسبارين زين فبالتالي الأسبارين هو less corrosive برو دراغ للأستايل سلسيرك أسد أوكي فيقول لي انه عندي شنو الميكانيزمز اللي قاعد تصير بها هاي العملية يقول لي عندي سيفر الميكانيزمز of اكشن هبين بروبوست وكسبلين ذي أول شي يعني شنون النسايد قاعد يسويلي اللي هو مثل الاندوميتاسين أو السلسيرك أسد شنون قاعد يسويلي هذا الاندوميتاسين أول فكرة انه من يصير عندي انجوري للغاستريك ميكوز عن طريق الاندوميتاسين يعني مجرد هي جزائعة الادراغ تسويلي كونتاكت وي الميكوز راح يسمى راح تسويلي الاندوميتاسين الميكانيزم الثانية من يصير انه هاي الدراغ يسوي الاستيميليشن للغاستريك أسد باي سوركلي الاندراغ يعني هذا الاستيميليشن لصير الغاستريك أسد مو انه اخذت الحبايا من الاندوميتاسين أو الاندوميتاسين زيان مو انه الاندوميتاسين دخل للستومك فخلاها تزايد الاسد اتمالتها لا دخولها راح يسوي دايركت اريتيشن بس مو راح يطلع من الاندوميتاسين ويمتص من يوصل للدم راح يعني التأثير مال تبدأ احد تأثيرات انه راح يزيد الاسد داخل الاستومك عرف لشون فهذا الاندراغ الاندراغ اللي قاعد يفتر بنته هو اللي يسوي بالغاستريك السيكريشن النقطة الثالثة انترفيرنس و الاندوميتاسين و الاندوميتاسين تمام هاي الطبقة هي راح يصير بها ضرر الميكوزة هي مفروض تكون حامية بس راح يصير بها يعني راح تداخل ويا هذا الادراغ هاي مرة اكون احد شسمة هو عنده بيبتيك ألثر فطبعا يعني دربالك لتأخذ فولتارين ايبابروفين اي شيء امشي وحجي فمرة هم كان متمرض امشت موجودة رايحين ما كان يعني ممرض ما دروين راح للطبيب وما قال لانده قرحة لانه يقول يعاد اخذت البولتارين شسمة يعني بارنترا مو شسمة مو اورالي وهاجة الدنيا طبعا يقول يعني ما متصور انه مادام ما لا يخذ اورالي يعني راح يصير اكو تأثير على معدته فايه انتبهوا من هاي الحالة تود منيش لوكال المثال اللي اخذنا سابقا اللي راح نعيد اللي هو السلندك السلندك احنا قلنا انه هو عبارة عن البرو دراج اللي هو بي سلفايد فالسلندك هذا من سوينا كبرو دراج قلت الGI مقارنة بال مو اللي هو سلفايد التأثير الاكبر للنسايد هو تأثير على يعني انه منعهم للبرو ستا جلاندي سنفذي تمام هو يعني عساسا هيا المكان زمالتهم على مو دي قل يسوون انتين انتين فالسلندك مو صحيح زين السلفاكسايد سلندك سو little or no activity and this may account for the reduction من ال GI ارتا compared لل اكتف سلفايد زين يقول يعني من سويت الدراج هذا as prodrag اوكي اش صار من سويت كpro drag قل direct effect مالت ك irritation وبالتالي قل side effect هذا اللي يعني اريد اقل مهم سلندك شو little or no for macular effect مثل اي prodrag pharmacological effect فبالتالي اعتبرنا prodrag ونفس الوقت هو rapidly reduced للسلفايد بسرعة يتحول للأكتف الدراج مجرد ما يصير لأبزوربشن زين بالنسبة ل site specific drug delivery site specific drug delivery attempts to obtain very precise direct effect without subjecting rest of the body to significant level من active دراج يعني يقول لي هاي محاولة انه انا ما اعرز كل الجسم للدراج وانما بس المكان اللي اريد الدراج يشتغل عليه هو اللي يوصل له طبعا هاي الفكرة بها why limitations مثل شلوه مثل اول نقطة انه adequate accessibility of prodrag to the target site اول شي انه اول تحدي راح يواجهني انه الدخول الكافي للدراج للتارget site هاي مشكلة الشغلة الثانية distribution relative activity specificity reconverting انزيم يعني الانزيم اللي راح يحول البرو دراج للأكتف دراج والمخصوصية مالت عمل البرو دراج لهذا الانزيم والاكتف ما ينتمي قال الانزيم هاي يشتغل والdistribution يمكن الانزيم اللي يحول البرو دراج للأكتف دراج ما موجود بالمكان اللي اريد البرو الدراج يشتغل به عرفت اشلون النقطة الثالفة البرو دراج from the target site هسا فرضا قلنا البرو دراج وصل ممكن يصير بي دراج ورجع يطلع قبل يتحول للأكتف دراج المطيش الرابع ما كيف راح يسدوها بوجه هنا دخول الدراج كبير ومو كبرو دراج لداخ الدراج اوكي هاي النقطة النفس تشبه النقطة الولا فرماكو كينيتك of the product and drug molecule فرماكو كينيتك الابزوربشن ميتابوليزم هاي كلها التحديات السادسة النقطة السادسة toxicity of product is metabolite انا لازم انتبه من يتكسر وتطلع البرو مو وحدها هل هي توكسيك او لا النقطة الاخيرة lack of information on the selective location of potential recovering enzyme النقطة الاخيرة انه اني ما عندي معلومات كافية انه ال reconverting enzyme الانزيم اللي رح يحول البرو drug drug موجود يمكن الانزيم هذا موجود بمكان بجسم ياسم ما تتعرف انه موجود بي بناء احنا بعد نمنا نعرف هاي اشياء البرو drug for slow and prolonged release اللي هو sustained drug release نفس long common strategy design slow release pro drug انه اسوي له اضيف لشينا اضيف لسلسلة طويلة تكون اليفاتك يعني هاي hydro carbon نعرفها وترتبط بإستر ليش ترتبط بإستر لانه الإستر هذا اللي هي هاي الار اربط خبير دراج هي اكثر ما اذكر لها ليش ترتبط بإستر يقول ان الإستر hydro slowly يعني بطيء يصير بتحلل وكذلك حتى سوي انجيكشن IM الفلوف نازين مثل ما قلنا هو المثال اللي قلنا على antipsychotic هو short duration of action من 6 إلى 8 ساعات بس البرودراج مالتا اللي قلنا مرة نضيف له هبتان مرة ديكان هذا الديكون يكون duration of action مالتا مالتا تبدأ البيش اللي يأخذ ثلاث الاربع والبرودراج اللي هو الفلوف النازين شنت ما لنراجع مرة أخيرة بس بعد اخذت راجعة وحدكم لأنه ما ريد الفيديو يصير كلش طويل ويتأخر بالتنزيل ويا ربي كل التوفيق